السلام عليكم اخواتي كدير ينهانين لبس اليكم بخير كل شي مزيان ايوا بديت لكم روتين من الصباح هنا ينتم قد شوفوا الان مشاء للضو هنا راها شي التمنية غدي نغسل وجهي ونطلب البشرة ديالي باش غدي نتيب انتين المدرسة ايوا نوصلوا على المدرسة وارجعوا مدام معاكم الفيديو ان شاء الله مهم روتينة ادي كنغسل وجهي دروري اه بغسل الواجه وكن دير ليه الماورد باش كن نسنتك المسام ونحيد البقايا ديال اي حاجو قاتلية من الصابون وكذلك كندير ترطيب البشرة اراكم احنا الحوامل معرضي الجفاف مهم كندير ترطيب البشرة وكنزيد ما زال كندير واقع الشمس صافي وكمشي كنتيب انتين المدرسة داروري من هاد الروتين كنديرو الى بغيت نخرج داروري كندير ترطيب وندير هادا كشي ديالي وبلما نخرج وخنكون اي فضار كندير هاد هاد ترطيب الوجهي بمرطيب الوجه وبكريم واقع الشمس مهمة بناس ومن ساوش ارطبوا الفم ديالنا اه ذا تندولي البنات اللي دب هنا يا في براء راكم عارفين اش حالة البرد كيكون هنا يا الصباح الفم ديالنا غا يبدا يتقشر داروري من ترطيب الفم بفازلين ولا بشي زيت ولا بشي حاجة اللي كترطبوا بانتما الفم ديالكم يالله بدا معكم الفيديو ديالنا وليوم غادي نهاضرو في واحد الموضوع اللي الصراحة اه جوج مواضيع غا نهاضرو فيه من شاء الله اللي بداوا بعدها بهذا اللي واحد الموضوع اللي بزاف الناس يقولوا وش حال مرة كالقاته انا في التعليق ديالي لكن جابدا معاكم شي موضوع حاكو ديال ديال مو اي مرامي غادي نهاضر غادي تفهموني علاش كنهاضر اه ديما كتيقولوا علاش ابنادم كيقول ديما كان دي الخير وكلقاه شر قدامي يعني بزاف الناس كيدلوا الخير وفي الاخر كالك كرجع لي نشر بزاف ادي ما قولة ديالقاء الناس يعني شي دير خير في شي وشي ما كيلقى خير في شي سؤال كيجي في بال اي واحد فينا على الاقل مرة واحدة في حياتك كيجيك علاش كندير الخير وبالمقابل كاراسي انا مكرف صينانية وهذا لازم نفهموا ان القوانين الكونية اللي كينا كتفوق القدرة استيعابنا والاقدار ماشي باختيارنا يعني مي كدير الخير انتا صول راسك واش درته بنية طيبة واش درته اخلاص الله سبحانه وتعالى ولا فقط باش نعاون بان انسان مزيان واش فعلا ساعة بوجه صحيح يعني حسب مقدرة ديالك انتايا ولا كتسبف مشكلة لغيرك كيما كنقولوا جايك حلع ماء جايك حلع ماء ماء مائم ايلا كنتي كتدير انتايا ايادك شي وكتسنى المقابل واش دابا واش عانسو لكم واش مي كتدير وش هجا كتسنى المقابل يعني اه كتقول فنسك يجي نهار وهالانسان اللعب ودي عاوني كيف عاونته هذا الخطأ كبير لانا كخرجتي من الاخلاص النية في الله سبحانه وتعالى درته شي خير منساه ما تقولش ما تقوليش علاش غير انا كان عاون وحتى وحن ما كي عاوني خطأ فادح مهما كان رزقك وقدرتك باش تساعدي شي واحد فهو بتتوفيق منه عز وجل والمحروم من فعل الخير محروم من اجر عظيم ديري الخير ورميه في البحر احتوي لك انت سلطان في الدنيا يجي نهار وتحتاج الاضعف مخلوق يساعدك معناها ربيك يرد لك الاحسان تاك بطريقة يدبرها بحكمته مهما تسدس في فوجك البيبين وضنيتي ان سعيك الخير مشاق في الريح تفكر ان شي حاجة رك فيه ولاب ودو كانت يدو خفية سواء كلمة زوينة او نصحك او حتى شافك شي واحد شوفها مزيانة الخير موزع في الارض القدرة الالهية كتفوقنا كنا لهذا ما احسن ضم بالله تذكر ان المعاد ووصولك لدك شي اللي بغيته هو بيد مولا عز وجل نعم تولب ناس هاد دي ما تنقول تنقاك تفتع عليك كبعد الخطرات تلقاك تكتبشي وحده اختي انا تان امقايش دي نادمي دي الخير انا كاللقى الخير وما تلقاش انا درت انا ما فعلت لي هوم انا تركت لي هوم وانا وما ردوا خليهم يردوا بسوء لا درتيش حاجة درتيها لراسك اول حاجة دلتينها لراسك وتاني حاجة غدي تلقيها غدي تلقيها ماشي بالضبط من هادوك الناس اللي تي عاونتي تلقيها من عاد شي ناس اخرين اللي انتية اصلا معاونتهم وما ديراهمش في البال ديالك مهم ربي يصخر لك اللي غدي رد لك الجميل كيف قلت لك ماشي بدرورة بالناس اللي انتية درتي معهم الجميل اسم مهم انا نوربع الموت تك الحك سني ناتيك ارتبو جي و لكن سيس مشيت مع العليا فيديو و اه ارتبو جي العز غد الحك لبسناني كان حاكم بادا وكان نشيل لهم بهاد ديال سنسيتيف اسم هتبا نمشي نطلع على الماشين باش ندور واحد الحويجات و غادي نهضر معكم حتوف واحد الموضوع ديال دار الوالدين الصلاحة باغن هضر معاكم فيه انا سوف نقول لكم كديري اللبس عليكم هانين كوشي باخير الحمد لله كنت ادتنا المدرسة لقد ادتنا دورت واحد لما ونرى ما هي الفطر سوف نقوم بإطلاق باريزيان ونقوم بإطلاق خبس مهم اليوم سوف نقوم بإطلاق جلبة جلبة التي قلت لكم هالوالجي من يكون العوائي حوائي 22 سيمانة ا انا صرح في 22 سيمانة ويا الله وصلتني النوبة فهذا اليوم نقوم بفتر恩 تكلم بإطلاق ملقة جلبة لها لكي الوليد لا يدود العوائي اللبس لم يدود الواليين لم يسرون انها ويحفظ تحمن الوليات تقتله لذا لو كدروا هذه المرة يجبونها طبعا حالي لابغتي انا قدرتها في نور ونضرها حتى دابا باش هكو كانت تفادا الوليات تالا مرادة وشدت الكحبة ما تشدوش تلك العواية التي تكون عاملة مخيمة انا قدت لي انا جاتني وكانت قدت لي بنيتي قدت لي ادقيت لكو حد شوكة قدت لي انا قدت لي ميتين وخمسين درهم باش دقاتها ليا وقلت لي احفظك الله السراحة قدت لي ستركها جاتك الصغر لهذا نحاولو اي حاجة قلت لنا الطبيبة نديروها ولكمالو على الله سبحانه وتعالى ماشي احتنضحو في شي موقف نقولو يا ندامتي علش مدرتاج مواما اذا شهير هذا عدي شوية عاملة عندي هاجلبة العواية عندي الفاكسر الاخرى ديال كورونا عندي غادي مشي ندركيب قدت لكم بتحليل ديال بتم مواما تشعر عدي اوكي نحن برايوات خدامين مواما تماما معي فالنهاية تروني كيفاش غادي نقديه وهاكا في المونتاج غادي نتحتو شوية على الدكريات الجميلة اللي كنا كندوزوها في دارنا ومواما خليكم معي في الفيديو غادي نهضرون تحتوهم ونبغيكم تبتموت خليوا لي في التعليق الكلام ذيالي كيفجاكم لان كيكون واحد الوحش لدار الوالدين كيكون واحد الوحش لديك الايام اللي غادي يذكرها لكم ان شاء طيب طري انا نحس بكرشي كندير خداما مواما دوا طري عندما نتحرك الوحش وفي نص الوقت هنحضر معاكم كل واحده تكتب لي في التعليق كومنتر ديالها على شخص وكيفاش تخرجت من دار الوالدين حيث كنا الي خرجت خدمة باعدات على وليدها كنا الي هاجرات كنا الي تزوجات كل واحد عنده اسباب ليش خرج من دار الوالدين انا خرجت من دار الوالدين اكتب عليا زواج وزواج بعيد بعيد راكم عارفين في الغربة تخرج من دار الوالدين لسبب من الاسباب كيف قلت لكم يا زواج يا هجرة يا خدمة في شي قنت اخر ونهار كترجع لدار الوالدين وكتناسف ذيك الباصل اللي كتكت ناس فيها انا كنت ادوي على تجربة ديالي في ميكان هبطل دارنا من اللي كترجع لدار الوالدين وكتناسف ذيك الباصل اللي كنتك تناسفها فاش كنتي عيشة فدار الوالدين ماشي بدروري يكون بيت مستاقل ولا زع ما شي بيت كبوح دا يكون عسد داري في بيت اللي كتكت ناسفين انت وخوتك وتلقي في واحد الراحة لدرجة طمأنينة ما بقيتش كتلقيها وخيكون عندك مع تشنو مكين مكين ناموسيات ولا أعلم الله فين كتباتي اتداب في ذاك شلواء اللي ما كتش تثبتي فيه مثلا مع دار والديك مهم شي حاجة مغايرة مع العلم فاش كنتي بقى مخرجتش من دار الوالدين كنتي كارها كتقولي حسنا بقيت نستاقل ولي عندي داري بوحدي وبوتي بوحدي وما كتحار في قيمة ذاك البلاسة حتى كتتوديعيها بمرة الاحساس ممكن هو الارتباط بالأوصول اللي هما الوالدين والمكان اللي تصنعت اهم مكونات الشخصية ديالك لأنه في ذلك المكان فين حلمتي حلمتي إحلامك وفين كنتي كتفكري في الناس اللي بغيتي وفين كنتي كتبكي بتخبية وفين ناس تليلت مغادرة بيت الوالدين كيولدك ستدري في حال set up ديالك يعني فيما تلفز بيك ديك الدنيا كتترجعي تفور مع طيفي وتترجعي لأصلك منين جيتي قدي انت أطرو بزاف حيث كينا دابة اللي هتلقيها كتمنى إمتى ير تلقى راسها في دار وليديها وكينا شي واحدة اللي كتمنى إمتى تلقى راسها مستقلة وبعدها لديك الدار ولكن من بعد غير واللي يتوحشيها الله يحصل العوان والله يستل جميع بالتوفيق دار الوالدين أروى ما كان في الدنيا البنات أنا بعدها من اللي كان نرجع لدارنا كان حسبوها طمأنينة لأنني أصلا هذي كدار وخانة زادية في الحين محمد وكبرت في الحين محمدي وكملت وفولة ديلي أولى يامة طفولة ويامة مراهقة دوستهم في أناسي يعني أناسي أناس كنت فيه وقيلة عندي 14 عام 15 عام يعني تهورة دوست فيه نص اللي باقي لي دوسته تهومي كامشي لدارنا كانت فكر كانت فكر وخا أناسي من اللي سكنت فيه كان أخواتي مزوجة يعني الذكريات بزاب لدوستهم في الحين محمدي وفي الضحا عين سبع كان بس مع أخواتي وطفولة دوستهم معهم وزوينة واللعب معهم وذكش كامل لي مع أمرو ما غاد يرجع وخا دا بغا رجعو غايقن نطنطو على الأولادنا ما تيكونوا يلعبوا يما إحنا ما بقى لاش نقدروا اللعبوا والله لو حضنا يذكرنا قالسين والوليدات تبارك الله لكم عارفوا الوليدات ما تيتلاقاوا داروري الشطنات داروري المخاصمات تتولي تسمعي لبنا أجيد قلس تتسمعي مرض أخويتها أجيد قلس سيهم أجيد قلس سبحان الله ولينا مجموعين أجيد قلس أجيد قلس كلمة نحن ما ترعقل وشاليا والله يخليهم لينا وشوفوا الدنيا شوفوا الدنيا أنا كم قنقول كنقول شو شكون غادي نزوج وغادي نولاد ونضرت أنا ولدات يوت ولديت أنا مسؤولية ونبعد على ماما لأنني أنا ماما بقيت 26 عام وأنا معها قاسم الحارة والحلوة كان خرجوا بجوج كان دخلوا بجوج كان تعودوا في الليل كانت تأشى وكان دخلوا نويا البيت أنا كان بيتي أنا عندي ريسبتور في البيت وعندي الفاستي وكان دخلوا كم قوم نتفرجوا بجوجنا في الأفلام وضروري ضروري أنا ما ما عرف أني عزيز علي هذه السقاطة كان نجبد زريعة ودعنوا وناس ونقول يلا ماما زيدي ونقروا نقرقبوا الناب ونتفرجوا في الأفلام تكن نعس ونخلى مسكينك تفرج على رأسها وخبرتنا ومشيت من واد واد ونحن بقينا مع الناس للجواد كيف كنتشوفوا دبار أنا كنرجع اسميته هذي نعمر السكار ونعمر البيسكوي واشا نقول لكم البنات الهلخ الطائلين الوالدين وشي مرة نعود لكم على الذكرية المدرسة البنات يامة المدرسة يامة الرأس الخاوي في الباك ناري البنات اللي بنتوني نعود لكم يامة المدرسة بالدموع وحق الله العظيم الذكريات الذكريات مهم شي اللي بنتوني خليوا يفتع ونعود لكم راتي قصة طويلة شي مرة ندل الى روتين وهاكن كنشقى ونعود لكم وذي الساعة كل واحدة تعود لين التت وماية الذكريات الجميلة دي المدرسة ضروري كل واحدة عندها شي حاجة سبيسيال ولكن أنا رغى نعود لكم الدموع بداك ندوزها مع الدريات في المدرسة وصراحة طفولة زمينة طفولة كل حق شوف كل سن وحلاوت طفولة البراءة طفولة رأس خاوي ما عندك شفاش تخمي ما شامتي ماذا بكت تقولي أنتكوح الحياة زمينة كتبقيت دكشي مع الزوج ديالك مع ولداتك الحياة ديالك كيفاش كدوزيها انشي كامل او لا موامي لابغيتو اضحكوا شوية قولوا وخليوا اكبر عدد اللايك باش نخليها لكم صافي موامي هناك رجعت اللي بيسكوبي اللي كنت قد ديالك ديالكوزينة حيت القرار اللي كان في الزيت ومحاوذة كشي صافي كوزينة هي جمعتها ضروري صافي حيت منها هذيك القرار درا وقفت كل شي خزنته وهنا هنا شفت الورد ديالي ملتحت ديالي بدك يتكال غادي نقطعه بالمقص والبنات لابغيتو الورد ما يخسرش لكم تغييروا معايقا ديال في الماء كيف هاتشوفو دابا غير معلقة ديال جافيل في الماء وحيدوا لي هذك اسميته تحتاني ديالو كامل اللي ولا دابل حيدي هنتم تحسب معلقة كبيرة ديال جافيل مع الماء وراكي سباها رافتي الورد شحل غا يدي لكم أنا في الولد درت لي برو ديالو اللي اعطوه لي معاه ولكن من بعد درت هذا جافيل هنا يجمعت الدار وكل شي غادي مشي انجليز غادي تعايت لي الوليد نحضر معهم واحد شوية ومن بعد ونرجع معكم موسيقى إذا كانت البناء سأرى فشتوات خيط من سما ما ؟ الحفر المشي لم يكن ماذا كاملة تلخر ديالها ومن بعد غادي نقطع الدورة كيبال لكم وحد في رجل هيها هذا قد دخسين قطعوه وعاد غادي نكون آنات المايا هي عندي معجوشقة القسمين وخرجت منظر مع أربعة باش كمشي بشوية ليا هاي شلالك في في البيكالا غادي نسرد الله ما قلت له مظلون تم غادا كمarme لابد بضبط وين ابنتة أنا وصلت نقول السبيطاء الحومة لأننا لدينا أرجاب ذلك هو منذ الأن وين أردت يجب انتترد واوهوه كيف تضرب الهواتف كيف يقولون نحن بعمل كاميرا اخبرتكم كاميرا كما نهضر معكم اخبرتها لا تشعر بها اخبرتها لا تسمعني اخبرتها اول شيء تسولك بعض الأسئلة كل الناس الذين يتعرضونها تسولك بعض الأسئلة ومع ذلك ومع ذلك اخبرتها 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 قد تسولك موضحة في شمال أعمال مجيزة اخر سأخبرتها وأنك بإذن تبعي أخبرتك ومع ذلك والذي كانت في حالات بقى شكت صب مهم نجاوزوين وخبارد مهم حاولت نتمشي شوية راح مزيانة يلا مشي للدار ونسرح شوية ومشي نجي بنور ايه ايه دخلت افين كتنا عسى قبيل ايه دخلت صنطة معوناني وحق الله لها انتم امرض زمان ها هي اللي اقولوا بقى 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 وكيف يقولو مهم هل الدليل بان اقدرت بقى 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 22 سمينة انا خليت او 22 سمينة وكيف كانت تنية عامر لكشي لا شانا ما اتجابوني تقدرت ها 24 سمينة صافي هنا تكتبو لك وكنية 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 ونوع الفاكسيناسي هي هذه هذه اللي بلتحل لا يبينيش لكم الطرقاء بحسن معه هذا الشي اللي كين مهم قدرته هنا قلت لاشنم الاعراض ديال هكتلي الاعراض ديال بحل بحل اي فاكسينا هكتبيريها ذاك الاعراض اللي كيجوك قلت لنا فاشا درتك كورونا فاكسيناسي قلت لها جابت ليا الان حيت السنطة يغطني قلت لها فاش انا قلت لها درت لي شوية لعية ودرتني في راقصي ودرتني في دراعي قلت ليا بحل بحل الناس الاعراض غا تشوق ناس قلت لها سخانة او لذراعة منكسطة ريج تحركي وهذا و لكن الى جاكا و جاكا و اكسخنا و شربائر طرسيتا مور كنت لها من أشكي بالدويبان و ذلك الأعلى لحيث انا من فتجدرتها من وراءة السائب أفضل يشكن لحسيت ذكي الشيء لكي هذه اللاربعة تسوي تلاحظ الحمد لله مزيانة على الاقل تلاحظ بقي خصني مش نجيب بنتي من المدرعة ستبرج وشقة اللقسم ارا دوزوني بكري ارا دو قيت انا يا الله خصني ان ندخل يجب أن ندخل لهذا ندخل فاكسا و لكن حيث انا جيت سابقة دخلوني حتى ما كنت شي واحد كانت واحد مرة قبل مني ودخلت انا رحس براسي عيت ويا كنت من نشتتها من باقي نجيب بنتي في الشتاوت من مرة باقي قولين الساعة هاقك يلا نطلق معاكم من بحد بالنسبة للعشاء ها ندخل معي فريت و ها ندخل لهم واحد سناكس رح كيتبع عم التركي فيها نوغات فيها بامي فيها مخلط مخلط دكشي كيبعو التركي فساشيات المجميد ركي رزمي بحال موقع إلا ما عندكش الوقت وهذا كنت تديري هو اللي ها ندخل لهم ان شاء الله و الفريت و ندخل لهم شوية لوبيا خضراء نفورها لهم هذا اللي كين يلا حلين موسيقى